موسيقى موسيقى لوقفة اليوم تلبية نداء الجامعة الوطنية للصحة للتحاد المغربي للشغل ضد بعض القرارات الأحدية للسيد وزير الصحة التي يأخذ قرارات بدون حوار بدون إشراك الشغيل الصحية بدون إشراك النقابات اليوم كيف ما كتعرفوا بأن الناس هذه مدة مياه زيادة عن خمسة أشهر والجائحة كينا ما كان تعويضات ما كان كونجيات ما كان أمن لهذا الشغيل الصحية ما فيهم أطباء ممرضين صيادلة أعوان كل من يشتغل بكوفيد رغم عنده تشهي أسيرانس المرض دياله فالاحتجاج ديالنا اليوم جاء في إطار واحد البرنامج النضالي في إطار مستر من طرف الجامعة الوطنية للصحة لأن في الوقت اللي كنا كنت نسادروا الوزير الصحة بشي ينكبع الملفات المطلبية لمهني القطاع كنت فاجئوا بأننا تمنعنا من العطلة السنوية في البادئة دي بدأت تقزمت العطلة السنوية العشر أيام ومن بعد تمنعات ثاني حاجة تعليق ما كان لا تحفيز لتا شي حاجة مشكلة أساسي للمراكز الشفائية الجامعية اللي هو مشكلة خطير في حداته اللي هو خطأ قانوني ومشكلة تقاعد في هذا المراكز استشفائية فالمراكز استشفائي فالموظفون بالمراكز استشفائية في الوقت اللي كييفنيوا الشباب ديالهم وكيعطيوا صحتهم في الخدمة الوطن في الوقت اللي تيخرجوا التقاعد تيخرجوا به هزيل جدا لأيوازيح تتولو تيال الراتب الشاري في الوقت لمستشفى الجامع ابن سينة بالرباط تخرج بواحد تقاعد عادي لأنه يوازي تقاعد موضة في الوظيفة العمومية بشكل عام فالمطلب دينا الرئيسي والأول والمستعجل وهو تصحيح خطأ إشكالية تقاعد في المراكز الشفائية لأنه كان خطأ قانوني لا يعقل أن مراكز الشفائية اللي عندها الأجور ديالها ما كانت تعدى سقف أجور الوظيفة العمومية وكانت تحالف واحد لاكيس اللي كانت تخرج منه بواحد تقاعد اللي هو هزي الجدان يوازي تولوت ديال السالير ديال الموظفين في الوقت اللي كيكونوا وصلوا الواحد السن اللي مايمكن لهمش يشتغلوا فيه تكونوا خرجوا بواحد الأمراض مزمنة تكونوا دوزوا الشباب ديالهم وصحتهم كل عطاوا في الخدمة تخرجوا بتقاعد ويفكروا أخطر من هذا أنهم تفكروا يقلبوا على خدمة أخرى باش يلا يتمكنوا أنهم يعيشوا عيش عادي ولا عيش كريم هذا هو المشكلة الرئيسي في المراكز الشفائية الجامعية بغض النظر على مشاكل أخرى ولكن هذا مشكل أساسي ومستعجل لأنه كان خطأ كان نؤكد عليها كان خطأ قانوني ما كانش خاصة نكونوا من خارطين في ذلك كيس إخسائي اللي كتخرجنا بترود ديال التقاعد ديالنا صراحة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد أو مواصلة الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل التي كانت على الصعيد المحلي دمولت على الصعيد الجهوي لتأكيد الاحتجاج ديالنا على القرارات ديالسيد الوزير في منع الموظفين من الرخص الإدارية ديالهم وكذا عدم منحهم من التعويضات التي يستحقونها وكذلك لإجراء الاتخادات الحكومة والإجراء لمالقاش استحسن قاعد ديال الموظفين ديوزارة الصحة اللي هو الاقتطاع من الأجراء ديالهم على أساس الاقتطاع من الأجراء ديال الموظفين كاملين مع العلم أنهم خدامين وديرين واحد الصف وهذا الصف اللي هو أمامي أمام الجائحة جائحة كوفيد-19 اللي اللذين طالبوا به هو الترخيص الموظفين باش يرتاحوا شوية مع العلم أن هاد لفاك يقولوا غادي تزيد طلع كان طالبوا السيد الوزير الفتح الفوري للحوار وكان طالبوا منه الإفراج على التعويضات وتكون تعويضات ما تكونش هزيلة لأن ما تكونش في التمن اللي يقطعنا هو اللي غادي يعتبر بحل ما أعطى ونواله يا جائحة الأنوال عالم الأنوال جائحة الأنوال جائحة الأنوال